اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في القناة الصحة والجمال الحلقة النهاردة هتكون مهمة جدا للغاية لاني بتتكلم عن موضوع العنف الاسري العنف ضد الاطفال معاكم دكتور مجدي انور اتشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك عايزين نتكلم في الموضوع دوت وطبعا هو موضوع مهم جدا وخصوصا في الفترة الحالية بخصوص اني بعد فترات كورونا طبعا كان فيه فترات كتير قوي تعتبر الاسرة كلها متجمعة قوي في البيت مع بعضها يمكن قبل الكورونا كانت بتصادف اني والي الاب مش موجود في البيت وكان تقريبا كل الحمل موجود على الام وعلى فانها يكون بتتحمل مسئولية الاطفال لكن طبعا وجود الاب فرق جدا ودوت يمكن ابتدى الاب يكتشف اني فيه مشاكل كتير عند ولاده ان المشكلة اني الام وحدها مش هينفع ان هي تكون بتتعامل مع الاطفال وحدها لكن محتاجة الزام الاب فطبعا تواجد الاب داخل الاسرة كان امر مهم جدا في الفترة الاخيرة ومن هنا ظهرت المشكلة بتاعة العنف ضد الاطفال كان في الغالب دايما بتبقى الام بتقعد يعني تضغط على الاطفال والاب مش مقدر او كان اوقات كتير بيرمي الحمل على الام وكانت النتيجة اني الاب لما بيرمي الحمل على الام يبقى فاهم اني الام هي لمقصرة لكن طبعا لما تواجد الاب في البيت وجد لأ ان المشكلة اني الاطفال نفسها محتاجة تعديل سلوك ومحتاجة وجود الاب عشان يحسم امور بس للأسف الشديد اني اللي حاصل اني الاب ابتدى يكون عنيف مع اولاده عشان يقدر يتحكم في السلوك الخاطئ والنهاردة عايزين نتكلم في الموضوع دوت عن موضوع العنف ضد الاطفال رباية الاطفال شيء مهم جدا حسم الامور مع الاطفال شيء مهم جدا بس للأسف في اولياء امور كتير مش بيعرفوا يحسموا وبيتوقعوا او يفترضوا ان الحسم هو عبارة عن عنف ضد الطفل فمن هنا ظهرت المشكلة عن ايه الاساليب اللي المفروض انا بتعامل فيها مع الطفل بحيث اني الطفل دوت يكون طفل سوي واقدر اتحكم في تصرفاته اللي بتبقى في اوقات كتير بنلاقي في اطفال عنيدة فبتلاقي رد فعل الاب والنهاردة او الام بيكون عنيف جدا ضد الطفل فمن هنا هايزين نتكلم عن موضوع ازاي نتعامل مع اولادنا المشكلة طبعا هنا بتبدأ من نقطة مهمة قوي هي اني الاطفال بطبيعتهم يعيشوا حياتهم كطفل بلا مسئولية الى ان يوضع عليه مسئولية لما بتيجي الام بتبتدي تحاول تلزم الطفل دوت بأمر معين بيبتدي الطفل يكون بيفضل انه ما يعملش الامر دوت فييجي الاب يقول له خلاص بي فبيحصل هنا ان الام بتدي للطفل امر ان الاب بيبتدي يرفض الامر بتاع الام لو كان العكس ان الاب بيدي امر للطفل او بيحاول يضغط على الطفل فالام بتبتدي تمنع الاب من الضغط على الطفل فالطفل بيلاقي نفسه هنا مبين حد ماشي برأيه وبيكسر رأي الطرف الاخر فمن هنا بيبتدي موضوع العنف عند الاطفال وهي دي المشكلة الحقيقية اللي تقريبا كل الاسر بتعاني منها فلما نيجي نقول ان الطفل دوت بيدور على الاسهل بالنسبة له فبتلاقي ان هنا الام ابتدت تكون بتكسر فكر الاب ورأي الاب والاب او قاد يروح بيكسر رأي الام فبقا يقول الاتنين طرفين ودايما الطفل بيختار الطرف الاسهل اللي هو ماشي على فكره هو لان الطفل الاسهل بالنسبة له نيعمل الخطأ من هنا عايزين نبتدي نتعلم ازاي نعرف نتعامل مع اطفالنا بطريقة صحيحة عشان نقدر نكون بنتواصل معهم لو احنا ادركنا بقى المشكلة بادي اتمنين وان العند بتاع الطفل دوت اللي بيخلي رد فعل الاب او الام عنيف هو ان اصلا انه مفيش توافق ما بين الاب والام في الرأي الواحد الحقيقة ان لو كان الام بتقول رأيه والاب بيدعمها في نفس الرأي الطفل هيتعلمني خلاص ده الاسلوب الامثل للحياة وان الاتنين ألزموه فما بيلاقيش فرصة ان يكسر كلام الاب او الام بيكون اوقات رد الفعل بتاع الطفل ان هو مثلا بيبتدي يعبر عن رفضه لانه ينفذ الامر بالعناد او العياط فالطفل لو يعبر عن رأيه بالعند والعياط بس الاب والام هما الاتنين بفكر واحد مع بعض فالطفل في الاخر لابد ان هو يستسلم للاب وللام من هنا الطفل دوت بيطلع طفل سوي ومطيع وبينفذ الاوامر بطريقة بسيطة حيث ما بيحتاجش الاب او الام لان هما يكونوا بيعنفوا الطفل النقطة التانية لما بيكون بقى الطفل بتصدر منه تصرفات غير انه مثلا بيعيط هو بيعدد عشان مش عايز ينفذ امر طيب الطفل بيلاقي ان التعامل بين الاب والام بطريقة مش سوية يعني بتلاقي الاب مثلا بيتطاول على الام او الام مش بتقدر او مش بتحترم كلام الاب فلما بيبتدي الاب بيكون بيعنف الام وبيحاول يكون بيضغط عليها قدام الطفل فما سبش للام هيبة قدام الطفل فالطفل بالنسبة له في الوقت دوت ان الام دي طرف ضعيف وللطفل لقى ان الام دي طرف ضعيف وابتدى يتعامل معها على انها طرف ضعيف عمر ما هيسمع كلامها ولا ياخد عليها ومن هنا بيبتدي فترة العند اللي بيكون نتيجاتها العنف حاجة تاني لما بتكون الزوجة كمان مش موطيعة لزوجها فهي كمان اوقات تيجي يقول لها على حاجة فيبتدي تبتدي الام تقول له لأ انا مش هعمل دوت قدام الطفل فهنا برضو الطفل اتعلم اني برضو رأيي بابا مش بيتنفذ طب ما انا كمان اجرب ان انا منفذهوش فهي يبتدي يحاول يضغط على الاب ان هو ما بينفذش الامر ولما يبتدي يضغط على الاب ان هو مش بينفذ الامر تيجي الام تمنع الاب بقى من الضغط او يبتدي الاب يبتدي يزيد في عملية الضغط فبدالما كان الموضوع مبني على تفاهم وإقناع وإلزام من الطرفين اصبح فيه طرف بيساند الطفل ضد الطرف الآخر من هنا بيبتدي بقى التون بيعلى وبتدي من هنا يعني ظاهرة العنف ضد الاطفال عشان انا اتعامل مع ظاهرة العنف ضد الاطفال انا محتاج ان انا اكون ازاي بعرف كأسرة بقى اتعامل بين الاب والام والثقافة الاسرية بنا ان احنا لازم نكون ان احنا متفقين مع بعض هنتعامل مع الطفل دوت بأنهي طريقة وبأنهي صورة ولو احنا كأب وام رسمنا لنفسنا طريق وخطة وبتدينا نتعلم ازاي ان احنا نكون بنتفاهم مع بعضينا لما اجل مصلحة الطفل هنا الطفل هيكون بيتعلم أسس حقيقية لو انا ابتدت اشتغل على الطفل بطريقة صحيحة في الوقت دوت هقدر اوصل مع النتائج كويسة لو الاب والام حطوا خريطة لحياتهم وحطوا مبادئ لحياتهم وتفاهم بينهم كزوجين في الوقت دوت هيبتدي الزوجين دول يبنوا حياتهم بطريقة صحيحة اوقات كتير بيكون الاب في شغله فبيحصل ان الاب لانه مش متواجد فلما بيرجع البيت يا دوب هو الوقت اللي بيقضيه مع الطفل مش وقت كبير فلما بيكون الوقت اللي بيقضيه مع الطفل مش وقت كبير اوقات كتير بيقول انا مش عايز اضغط لان انا كل اللي قعد مع الطفل ده قد ايه وقت قصير فمش الوقت ده اللي انا هضغط فيه على الطفل طبعا الطفل بطبيعته زكي ومن زكاء الطفل إنه هو لما بيلاقي إن الأب بيعمل كده بتبقى دي ليه فرصة إنه هو ما ينفذش أوامر الأم وأوقات كتير ما بينفذش أوامر الأب نفسه والأب بيكون بيفوت الأمور بحيث إنه هو فاهم إنه هو بيتعامل مع طفله وبيفيش دعي إنه أنا أضغط عليه في الوقت الحالي لإنه هيجي كده أيامها تضغط عليه بطبيعتها ده بيعلم الطفل إنه يكون طفل عنيد وده اللي بيتطر بعد كده الأب والأم لما بيكتشفوا عناد الطفل إنه بيبتدي المشكلة تزيد إنه يبتدي العقاب للطفل هنا أنا عايز أبتدي أتكلم عن الأسليب اللي يجب أتعامل بيها مع الطفل هنا لو أنا بيتعامل مع الطفل فأنا عبتعامل معاه الأول بطريقة التفاهم والإقناع الأب والأم لما بيكونوا برأي واحد ويبتديوا يتعاملوا مع الطفل دوت فالتعامل مع الطفل في الوقت ده بيكون لو الأب والأم برأي واحد الطفل بيخضعوا بيلتزم طب الطفل دوت لما باجي أتعامل معاه ببتدي أقنعه أفهمه إن المفروض تعمل دوت طبعا الموضوع بيترتب على الطفل ده سنه قد إيه فكل مرحلة عمرية بيكون لها اسلوب في التعامل طبعا الطفل ما بيكون صغير قوي أنا في الأول بديله الأمر وبقوله إن الأمر ده اللي هيتنفذ والطفل مش فاهم ليه بحاول شوية بشوية أحاول أتفاهم مع الطفل وأقنعه وأفاهمه أنا بعمل دوت ليه من هنا أنا ببتدي أكسب الطفل دوت خبرات حياتية ولما ببتدي أكسب الطفل خبرات حياتية الطفل نفسه بيتطبع بالفكر بتاعي طول ما الأب والأم الاثنين برأي واحد وفكر واحد ومن هنا الطفل بيبقى عنده خبرات حياتية رائعة جدا بيكون الطفل دوت بقى مش محتاج عنف لكن محتاج تفاهم وإقناع عشان يطلع الطفل دوت طفل بيتعامل مع المجتمع بطريقة سليمة وسوية ده بيساعدنا قوي إن احنا نعيش حياة سوية مع أطفالنا لكن لو كان التعامل مع الطفل مع السن الصغير ما تعودش إن هو من البداية يخضع للأب والأم فبيبتدي في السن اللي أكبر من كده كل ما بيزيد في السن بيبتدي زيادة العند وبالتالي بيبقى رد الفعل فيه قدامه عنف لو أنا بتعامل مع الطفل عن طريق التفاهم والإقناع فأنا نشأت ابني على صورة سليمة قوي إن إزاي أخلي الطفل دوت يكون بيتعامل معاك من خلال تفاهم وإقناع بهدوء أصبح السلوك الطبيعي بالنسبة له إنه بيتعامل بالطريقة دي بتفاهم وإقناع الحقيقة بيحصل أوقات كتير بسبب المشدات بين الزجيل واختلاف الرأي اللي بينهم فبيكون تون التعامل عالي قوي أو فيه اسلوب أو قد بيكون فيه عنف فمن هنا الطفل بيعتبر إن ده الاسلوب الأمثل للتعامل مع الأب والأم وبعد كده التعامل مع المجتمع فبيبتدل الطفل دوت لأنه هو مراية للبيت مراية للتصرفات اللي هو بيشوفها فبيلقط التصرفات دي وبيلقط السلبيات أسرع ما بيلقط الإيجابيات فالتعامل هنا بين الأب والأم بيفرق قوي قوي مع الطفل لأنه بيعتبر إن ده النموذج اللي هو مفروض إنه بيتعامل معاه فلما تبتدي تتعامل مع الطفل دوت هو شايف الأب والأم دايما مختلفين دايما فيه صوت عالي دايما فيه إيهانة وفيه ضرب فبيبتدي رد فعل الطفل اكتسب مجموعة من السلبيات بيبتدي يمارسها على الأم وبعدين يبتدي يمارسها على الأب لما يبتدي الطفل يتعامل بالصورة دي بيبتدي برضو العنف ضد الطفل والعنف دوت بيزيد المراحل بتاعته لغاية ما بيوصل لمراحل القصوة والضرب لو حبينا نشوف المراحل اللي يجب نحن نتعامل فيها مع الطفل فأول مرحلة عند لسه صدر طفل صغير قوي أنا مفروض إن أنا مش بنفذ للطفل الطلب بتاعه غير إذا كان الطلب ده فعلا ينفع يتنفذ لكن ما ينفعش الطفل لإنه عيط أبتدي أخضع للأوامر بتاعته عايز أقول نقطة مهمة جدا إن الطفل أصلا من ساعة ولادته من لحظة الولادة بيبتدي أول حاجة بيكون محتاج طلباته العادية إن هو محتاج مثلا جعان أو طبعا هو مش دارك إنه جعان لكن معدته بتقرص عليه بسبب جوع فيبتدي الطفل ده ينده لمامته وهو بينده له هو بيلعب بيغني بطريقة بسيطة قوية لو الأم هنا ما استجبتش للطفل وهو بيغني في الفترة الأولى يبتدي الطفل ده وتيزن لو هي ما استجبتش للطلب بتاعه في أستقامه هو بيزن بيبتدي الطفل ده يعيط ويصوت وينهر في الوقت ده الأم بتروح رايحة له جري وتبتدي تشيله وتبتدي تنفذ له الأمر بتاعه هنا الطفل اتعلم درس صعب قوي اتعلم أني رأيه ما بيتنفذش بالضحك اللي هي المرحلة الأولى الزمن اللي هي المرحلة التانية وبيتنفذ عند الوقت اللي فيه يعيط بطريقة انهيار فهنا الطفل ده وتعمره ما هيطلع سوي يبقى الموضوع بدأ منين من لحظة الولادة بيجي الطفل ده بعد شوية يبتدي يمسك حاجات في إيده في عايز يبتدي يمسك حاجات مختلفة ممكن يمسك حاجات يكسرها حاجات يوقعها حاجات يبتدي يكون بيخربها وطبعا كل ما بيكبر كل ما بيبتدي تصرفاته السلبية بتزيد أكتر فيبتدي هنا رد الفعل بتاع الأم بتبتدي تتعامل إزاي مع الطفل لو الأب والأم هنا متحدين في الرأي من البداية لأ الحاجة دي ما تمسكهاش دي ما تنفعش والاتنين بنفس الرأي قالوا دي لأ نوما تنفعش وألزموا الطفل أن دي ما تنفعش حتى لو الطفل عاية هسيبه عاية وخلاص عارف أن دي مش هتتمسك فخلاص مش هيمسكها اتعود على كده عارف أن فيه قانون والقانون ده بيتنفذ لو الطفل بينفذ القانون من وهو لسه طفل صغير ما بيحتاجش بعد كده يكون أن أنا بحتاج ألزم هنستكمل معاكم بس بعد الفاصل في الحلقة بتاعة العنف ضد الطفل ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بيكو تاني أعزائي المشاهدين ونستكمل مع بعض الحلقة اللي هي الخاصة بالعنف ضد الطفل إحنا وصلنا مع بعض إني اتفضلي يفهم دم فيه مدخلة معنا أوكي المكالمة فصلت فنستكمل الحديث بتاعنا أوكي نستكمل موضوع العنف ضد الطفل إحنا وصلنا عند النقطة بتاعة أن الطفل دوت بيمر بمراحل عمرية مختلفة وعند كل مرحلة عمرية بيكون فيها تصرفات للطفل فإحنا وصلنا أنه لما بيكون الطفل دوت ابتدى يمسك حاجات في إيديه وابتدى يحاول يوقع حاجة أو بيكسر حاجة لو الأب والأم هنا ألزموا الطفل برأي واحد أنه لا ده ما ينفعش هالطفل هيتطبع ويتعود خلاص الحاجة دي مش همسكها وهيتعود أنه هو يسمع الكلام المشكلة أنه لما بنفوت بقى للطفل الخطأ اللي هو بيعمله أنه حد بيقول حاجة والتاني بيقول عكسها فخلاص عارف أن الأمر دوت مش للتنفيذ الأمر ده للفصال فبيبتدي هنا الطفل يفاصل بحيث أنه هو للأسف ما بيبتديش ينفذ أوامر وبيلجأ للفصال وده الأسهل بالنسبة له لأنه اندفاعاته وطموحاته بتكون بتدفعه أنه هو يعمل اللي هو شايفه اللي عايز يعمله وهو مش عارف الصحة من الخطأ فين فبالتالي بيعند لأنه هو مش قادر يدرك الصحة من الخطأ فأنا بس أجيب للخطأ بتاعه من خلال اختلاف الرأي بين الأب والأم ففي الوقت دوت الطفل بيلجأ للطرف اللي بيكون بيمشي على هواه في الخطأ والتاني خلاص عرفت أن أنا بكسر الأمر بتاعه فمن هنا بيطلع الطفل دوت يبتدي يعند وبيبتدي الطفل دوت ما بيسمعش الكلام فالاستجابة بتاعت الطفل بعد كده عشان ينفذ الأوامر بتبقى مش إيجابية من هنا بيبتدي الطرف دوت يحاول يعنف الطفل وهو فاهم أنه ده العلاج العلاج مش التعنيف بتاع الطفل في الوقت دوت لكن العلاج الأساسي هو أن أنا أشيل المشكلة من الجدور بتاعتها والمشكلة أنها يكون الأب والأم دايما برأي واحد هيبتدي الطفل دوت يكبر شوية دخلنا بقى في سن أكبر الطفل دوت عنده اندفاعات أكتر أنه هو مثلا عايز يبتدي يعد على السوشيال ميديا وابتدى يتعلق بالموبايل ويتعلق بالإنترنت وعايز يقضي يقضي وقت طويل قوي في السوشيال ميديا هنا برضو من ضمن المشاكل اللي بتحصل أنه برضو فيه خلاف بين الأب والأم ووجهات النظر أو فيه مشكلة تانية بتحصل أنه أوقات الأم بتبقى ما بتصدق أنه ابنها ينشغل أو الطفل بتاعها ينشغل شوية عشان هي تكون بتقضي طلبات أو ترتاح فمش بتقنن موضوع أن الطفل دوت يقعد على الموبايل أو السوشيال ميديا عموما وقته قد إيه فمن هنا الطفل دوت خلاص يتعود أن العالم الإفتراضي بتاعه ده اللي مريحه وده اللي هو مستمتع به وده اللي بيخليه هو مبسوط مرتاح مع نفسه وبيلا الزام بلا ضغط من الأم أو من الأب ففي معانا مداخلة ممكن تفضل سلام عليكم أهلا وسهلا ساذة حنان اتفضلي لو سمحت لك أن ابن عنده الوقت ست سنين أوكي أهل حضرنا سنتين السنة بدأت الكورونا قاعدوهم لسه يعني هو ينسى السرعة يعني مثلا أقول له أربع جي إيه أربع أربع وربع عدد بعدها بشوية يقول له اسمها آيه يقول لي اسمها آيه أنا ساعدت وساعدت يقولها كويس جدا مثلا لو قلت له أكتب أربعة ما يعرفهش اللي ماله اثمين في اثنين أو ستة وقفة فكة نازم أن يعني اللي هو اللي آيه ستة وقفة فكة سمع بقص فوق وساعدت يكتبه من وحيدهم آآ كده راحل يقدم في المدرسة السنة دي آآ يعني آآ يلسه بيعملهم مقابلة وكده اسمك آآ ما تكلبش معانا هو بنعب في الشارع وكويس جدا ومتكلم مع رايبه واخوه وكل حاجة هو اسمعانا جدا قال له أكتب اسمك معارفش أكتب اسمك في البيت أكتب اسمك يا حمد كده باسمك آآ خدته كويس آآ يعني مثلا ممكن أعمله أقول له دا راسا أقول له دا راسا يكتبه أنا مش عارفة أوده في الدكتور علشان مثلا الزاكرة ولا هو هيبقى كويس أنا مش عارفة هو إيه الزبط حلو أوكي أهلا وسهلا بيكي هرد على حضرتك حالا آآ الطفل داوة عنده مشكلة في الزاكرة ويعتبر كده من فئات صعوبات التعلم فداوة يحتاج آآ ان حررتك تروحي عند أخصة تعديل سلوك أو تنمية مهارات بيعمله مقياس زكاء وبناء عن مقياس الزكاء بنعرف مشكلة الطفل داوة فين في الزاكرة الاستعاب التركيز الزاكرة قصيرة المدى فبنشوف إيه المشاكل بتاعة الطفل داوة على أرض الواقع وبناء عن مقياس الزكاء بنبتجي نشتغل تنمية مهارات مع الطفل إذا كان اللغة بتاعة الطفل كمان مش ملأمة فبنبتجي نشتغل عليه كمان جلسات تخاطب فبنشتغل عليه بحيث إن هو يكون بيتطور وبيتغير المشاكل اللي عنده الزاكرة بتبتجي يعني أفضل مع التدريبات والتمرينات وبنشوف حتة صعوبات التعلم فأنيه جهة بالزبط وبنشتغل عليها على أرض الواقع وبتبقى حالته بعد كده كويسة السن كده يدوب تبتجي تشتغلي معي من ثلاث سنين ونص أربع سنين في صعوبات التعلم والتخاطب ما تتأخريش عن كده لإني كل ما بتتأخري بيبقى العمر العقلي بيبقى مختلف عن العمر الزمني فعشان ما يوصلش الطفل دوت أنه يبقى أقل من سنه المفروض أنه باشتغل عليه بادري بحيث أنه ما ضيعش الوقت فأكون بنجز مع الطفل وأسعده وإن شاء الله ربنا يطمنك عليه نستكمل الحديث بتاعنا كنا بنتكلم عن موضوع أن الطفل اللي بيقعد قدام السوشيال ميديا وبالنسباله خلاص هو عايش في عالم افتراضي بالنسباله وهو مبسوط بالعالم دوت وده أسهل له فهنا لما بتكون الأمة بتفضل أن تسيب الطفل نمجهول من خلال السوشيال ميديا عشان هي تكون بتقضي احتياجاتها أو بتكون بتحاول ترتاح شوية أو تخف الضغط من على نفسها هنا الطفل دوت أنا ما قننتش لي إن هو يقعد قد إيه وقت قدام السوشيال ميديا المفروض إن أنا بعمل للطفل ده أنشطة متعددة بما فيها جزء من السوشيال ميديا بما فيها جزء تاني بكون بعاول لما الطفل إن هو يقوم بمهارات حياتية سواء كان رسم تلوين إن كان يكون بحاول أقراضه قصة خليه كمان يحكي لي القصة اللي هو بيقراها فأنا ببتدي أتعامل مع الطفل دوت بطريقة سوية متكاملة فمش بسيب الطفل في العالم الإفتراضي بتاعه الطفل ما ده متعود إن هو يعيش في عالم إفتراضي لما أبتدي بعد كده أقوله لا أعمل أنشطة تانية بيرفض لكن لو من البداية أنا بلزم الطفل في الوقت ده الطفل هيكون بيخضع ويستجيب للأوامر بتاعتي وهنا الطفل بتبقى ظروفه أفضل لإنه اتعلم إنه يعيش حياة سليمة وسوية الطفل لما بيكون طبعا يعني بيعيش مع السوشيال ميديا للأسف طبعا بيحصل عنده مشكلة زي المكالمة اللي كانت معنا من شوية الطفل دوت بيبقى متعود إن هو بيقضي حياته بصورة مش طبيعية بالتالي الطفل بدل ما بيحتاجك مع المجتمع فبيكتسب مهارات وخبرات حياتية بتخليه طفل سوي زي الأطفال اللي في سنه بيبقى الطفل ده انحصر في عالم افتراضي فالمهارات الحياتية اللي موجودة في الحياة العامة هتلاقي الطفل ده عنده مشكلة فيها فمن هنا الطفل دوت ممكن يوصل كمان لصعوبات تعلم بسبب إن أنا مش بخليه بيعيش حياته الطبيعية لما أبتدي بقى أضغط على الطفل عشان يعيش حياة طبيعية هنا الطفل ده بيبتدي يعني يرفض الأمر بتاعي ومن هنا ببتدي أكون بلجأ للعنف أو بلجأ للضغط مهم قوي إن أنا عايز أشوف المراحل اللي أنا بتعامل فيها مع الطفل في حتة العنف طبعا العنف معنا مداخلة ونكمل بعدها الحديث بتاعنا أهلاً أستاذ نورهان أتفضلي أهلاً أستاذ نورهان أتفضلي نعم فمثل أنا بنتي عندها عشر شهور أيهاً ويعني مثلاً لو عودت حاجة بتبذل عنيدة ليه تعيطها تعيط وبترمي النفسها على طبيعي تماماً وتبذل يعني تسد شعرها تعمل حياة كيف أعمل لها إيه؟ عشان ما تبقاش مثلاً عصبية أو لما تبقى تبقى عنيدة حركتها كتير أو تمام أوكي بتبصلك بتركز معاكي بعينيها؟ إيه؟ بتركز معاكي بعينيها والعينيها بتاعيها مش بتبصلك أيها أيها بتبصلك؟ تعالك بتبصلك طيب تمام هي دي كده بتبقى فرطة حركة فرطة حركة دي محتاجة أنت تروحي أولاً لدكتور بوخة وعصاب عشان يقدر يقولك الدنيا بالنسبة لها قد إيه؟ لأن فرطة الحركة فيها مشكلة أوقات كتير بتبقى بسبب كهرباء زيادة في المخ هي بتقرش على سنانها ولا لأ؟ أوكي طيب أوكي أوكي لو هي بتقرش على سنانها يبقى معنا كده ندي كهرباء زيادة في المخ فدي محتاجة على طول دكتور بوخ وعصاب لو مش بتقرش على سنانها أو بيحصل لها أي تشنجات أو حاجات زي كده ففي الوقت دوة بتبقى دي فرطة الحركة بيتعملها مقياس فرطة الحركة بس مش في الوقت الحالي مش أقل من سن سنتين ونبتدي نشوف بعد كده نهدي الطفل دوة وأوقات كتير بتبقى محتاجة علاج دوائي من عند دكتور مخ وعصاب يتبعها عشان الحركة بتاعتها بتقل المشكلة دي كويس ان انت مكتشفها من هوية لسة سنها عشر شهور لأن الطفل اللي بيكون عنده فرطة حركة بيكون عنده على طول تشتت انتباه مدام عنده فرطة حركة وتشتت انتباه على طول ده بيدخل في مراحل صعوبات تعلم عشان البنت متوصلش للمراحل دي اشتغلي عليها من دلوقتي روح الدكتور مخ وعصاب يكون بيشوف البنت على الطبيعة ويبتدي يساعدك لو مش محتاجة علاجي بقى ده شيء كويس قوي لكن لو محتاجة علاجي بقى هتاخد علاج عشان تهدى على اساس لما تيجي عند سن الادراك بقى اللي هي مفروض تدخل في المدرسة تكون في مرحلة اهدى من المرحلة اللي هي فيها دلوقتي وعند سن ثلاث سنين ونص بيجي اشتغلي عليها على طول تنمية مهارات عشان ما تدخلش في مراحل صعوبات التعلم برضو فرطة الحركة احنا بنشتغل عليها يعني بشغل مفوش دواء عند سن ثلاث سنين ونص في بعض الاطفال لكن في بعض الاطفال تانين لازم ياخدوا دواء ده ضروري لما بتكون الحالة شديدة قوي انا طبعا معرفش حالة البنت ايه لكن ده هيطمنك عليه الدكتور في الوقت اللي انت هتروحيله فيه وعند ثلاث سنين ونص ابتدخلش عليها تنمية مهارات هتلاقي الدنيا اتزبطت معيها فيه مداخلة تاني ام محمد تفضلي تفضلي ام محمد الو ام محمد احنا معيك على الهوى اوكي نستكمل الحديث بتاعنا لان المكالمة قطعت فكنا بنتكلم عن موضوع الاطفال لما بيكون بنسيبه قدام السوشيال ميديا واحنا اتفقنا بقى ان هنا محتاج ان انا ألزم الطفل دوت انه يكون بيقضي حياته في انشطة متعددة وبعلم الطفل دوت ان هو يخضع الجزء التاني اللي اتكلمت فيه عن ازاي الطفل دوت ابتدي بقى ألزمه الزام هنا بقى ده مهم جدا ان ازاي بقول للطفل امر ولازم يكون بيخضع ليه لو لقيت الطفل ده مش بيخضع انا لازم ألزمه لازم شريك الحياة يكون معايا بنفس الرأي اوقات المشكلة بتكون كمان ماش مع شريك الحياة بس بتكون اوقات مع الجد او الجد او الخال او الخالة او العم او العم فاحد افراد القسرة بيكون بيدل للطفل وبيحاول يشيله من الضغط اللي الاب بيحطه فيه او الام طبعا هنا اللي بيعمل كده ده بيأذي الطفل تماما وبيأذي الام والاب لان بدل ما الام والاب بيلزموا الطفل بيبتدي يوصلوا للمراحل عنف فعايز أقول كلمة نهائية بيبتدي بقى في مراحل الطفل إزاي نكون بنتعامل معاه إزاي نتعامل معاه بطريقة بحسن هو الطفل ده ما يكونش بنعنفه فالعلاج الأساسي إن أنا بلزم الطفل وبعد كده بيبتدي أمنعه من حاجات ويكون بيحبها لغاية ما الطفل ده يلتزم مرة اثنين تلاتة بس وحدة الرأي بين الأب والأم هي أساس حل المشكلة بالنسبة للطفل مش العنف البدني لأن أكيد العنف البدني بيكون ليه تأثيرات سلبية ممكن بنتكلم فيها في حلقة تانية شكراً لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء في حلقة أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر